أساسي وبدل ديجيتال تنجم تفرجوا فينا بالفيديو على فيسبوك ويوتيوب مع محمود الزنيدي في الإخراج مروين عشوري ألا وسهلا بك ألا وسهلا مرحبا بداية أسبوع موافقة للجميع بعد شوية ضيفنا بشيكون سيغازي الشواشي الأمين العام للطيار الديمقراطي في ضيف الساعة بداية من نص نهار وربع عقبال هذية بش نحكيه على رئيس الجمهورية والي ينظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المتقاعدين يقول أنه لا تدخل في القضاء كذلك نحكيه على وزارة التجارة وتنمية الصديرات والتي تطلق برنامج لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات لمحاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار هذية أشصر أشصر فيديو تقريبا فيها 18 دقيقة وشوية ننصح بها الناس اللي تحب تبدأ الأسبوع في كل موجات إيجابية موجودة على الصفحة متاع رئيسة الجمهورية نجم وتفرجوا فيها فيها لقاء لرئيس الجمهورية قايس عيد مع سيدة وزيرة العدل ورئيسة الحكومة جاء فيها ما يمكن اعتباره تطمينات من رئيس الجمهورية على استقلالية القضاء بما لا شك في ذلك هي هو رئيس الجمهورية مزال مواصل في النهج متاعه من ناحية الدفاع أو ضمان على الأقل استقلالية القضاء مما يعتبره تسلل إلى قصور العدالة وتأثير سياسي في عدد من المحاكم إلى آخره بطبيعة الحال رئيس الجمهورية في التواجه متاعه هذا كما بدأ من اللول ومزال مواصل ينزه نفسه عن أي تدخل في القضاء وأي تدخل في المصارات القضائية آآ لأنه هو قائل السعيد هذا هو هذا يعني المعطى الوحيد اللي يلزم يطمننا نحن الناس كل لأنه هو موشك كما الأخرين لأنه هو نازيه وصادق مش كما للناس اللي كانوا قبل اللي ما تمش لحقيقة تحديدهم بكل بدقة لأنه البارحة رئيس الجمهورية تحدث على العقود السابقة وخاصة في العشرية الأخيرة يعني يبدو أنه آآ الشيء ده موجود عنده آآ ثلاثين اربعين سنة آآ واليوم هذا بش يتبدل لأنه هو نازيه ولأنه هو ما يتصرفش آآ ما يتصرفش كما الأخرين آآ بتبعات الحال آآ موضوع تسمية المباشرة من عند رئيس الجمهورية لأعضاء في المجلس الأعلى القضاء المؤقت هذا اللي بش يصير آآ ما يقلقوش بكل ومعضاء ما يراش فيه يعني نوع من التدخل السياسي في القضاء وما يراش فيه تدخل للسلطة السلطة التنفيذية على الأقل في آآ ما صار السلطة القضائية لأنه مرة أخرى ينزه نفسه عن عن هكذا تصرفات هالقناعة هذه اللي نشوفوها في آآ كل تقريبا المداخلات متاع رئيس الجمهورية كونه لا حياد لا معناه مجالة للتدخل في القضاء ولا مجالة للتدخل في أي شأن من شؤون القضاء وأنه القضاءات مستقلين بالرغم من اللي الأفعال من نجم ونفهم ومنها كان عكس هذا شنوه شنوه يعكس هذا مرميت يعكس يعكس يظهر لي عدم دراية بالأمر في في الأخير ما نشككش الحقيقة في النواية الصادقة متاع رئيس الجمهورية على المستوى الفردي لكن ما يعرفش كيفاش تصير الأمور معناه إذا كان إذا كان ناخذوا هالبريود الخرانية هذي الكل بداية يتحدث على القضاءات عنده أشهر وبداية يسلط عليهم في ضغط أفضل إلى حل المجلس الأعلى القضاء وتسميت أو على الأقل مزلنا في الثنية باش نسميه مجلس أعلى آخر أكثر من هذا ضغط على القضاء شنوه النجم يكون معناتها كان 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 ناخذوا التجربة المتعقية السعيد مع القضاء كهو معنا ناخذوش الشيء الموجود من قبل إلى آخره لا لا ناخذوا متنجمش اليوم جي تقول أنا يعني ما نتغدش على القضاء وأنا رأوا الا الاستقلالات القضاء مضمونة وكل الكلام ذاك الكل لأنه في ممارستك للشأن هذا حتى إذا كان بنية إصلاحية صادقة ظهر بالكاشف أنك مارس الضغط أدى إلى نتيجة ويخليك ويخلنا اليوم معنياش الساعة مجلس أعلى القضاء لا سابق لمؤقت في اللحظة هذية مزل ما ثميش ومزلنا باش نتعوى باش نتعدى وحسب ما قال السيد رئيس جمهورية البرح إلى يعني نشوفوا الترشحات متع القوضات المتقاعدين إلى آخره آآ الحقيقة التركيز هذا على القوضات المتقاعدين اللي هو في حد ذاته موضوع وفي من ناحية أخرى لا نعرف بأي آآ يعني مقياس بشي تم اختيارهم الناس هذوم شنون شنون مطلوب منهم أنا قاضي متقاعد نحب نساهم في إصلاح القضاء شنون مطلوب مني بالضبط الترشحات هذية تلقائية ولا نجم أنا ما عملت حتى خطوة متقاعد على روحي يعيت لي رئيس جمهورية قولي يا اسمع لك بش توالي آآ كذا المجلس الأعلى للقضاء المؤقت هذية شنون مطلوب منه بالضبط معناتها الفيش دو بوست شنية 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 الكونتراتو مؤقت إلى متاء وش معناها مؤقت هذية كله مسائل معنا نزلت آآ مزلت ما نعرفه على حد شيء بار كونتر اللي نعرفوه هو أنه رئيس الجمهورية للأسف منذ توليه المهام من الفين وتسعتاش لليوم برهنة وأنه في آآ مسألة آآ اختيار العباد واختيار الناس المناسبين في الأماكن المناسبة يظهر لي فما فما سلسلة من الأسماء وسلسلة من الفشل المتواصل على المستويات الكل وهذا قاعدين نعودوا فيه قاعدين نعودوا في نفس في نفس يعني الأغلاط بين ظفرين وقت اللي رئيس الجمهورية يولي مسؤول أو على الأقل ياخذ على عاتقه كامل التسميات في كامل أجهزة الدولة في كل المستويات هل يبرر لهذا مروين سمحني انقاطعك هل يبرر لهذا كونه بين ظفرين فساد القضاء في العاشرة سنوات الأخيرة لأنه حتى في الفيديو اللي كنا نحكيه عليها انت رئيس الجمهورية يحكي على قضاء فلان فلاني في إشارة إلى نوردين البحيري مثلاً ويحكي على منظومة قضائية فاسدة ويحكي على قضاء يمشيوا بالتعليمات السياسية وغيره هل يبرر لهذا لما يحدث حالياً في اختيار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بطبيعة الحال لا بطبيعة الحال لا ما ينجمش ما ينجمش يبرر لأنه هل التحركات هذية تونا يخذوا مجلس أعلى القضاء نحلوه ونسميو ناس اخرين مع العلم أنه بين التركيبتين رفا ما برش عبيد بشي يخدو هم بيدهم لأنهم بصفاتهم موجودين في البنة كيفيش كيفيش الإجراء هذية بش يقي القضاء التونسي من تواجد نفس الممارسات اللي كانت موجودة في السابقة شنون شنون اللي بشي يمنع كان كان القضاء متاع فلين بشي ولي قضاء متاع علين شنون حاجة يعني العملية اللي صارت بش تمنع أنه نفس الممارسات تتعود هذا من ناحية من ناحية أخرى راو أنا يظهر لي من من يظهر لي هكا معناه من من باب الاستسهال بش ما نقولوش حاجة أخرى أنه آآ يعني مشكلة يعني من هالقضاء التونسي منذ أربعين سنة حسب ما يقول رئيس الجمهورية يكفي وأنه مبدلوا تركيبة مجلس أعلى القضاء بش تتحل هذي رأي وما أنت فهم حاجة غالطة فهم أربعين سنة دولة تونسية معناها ما خمم ذا حتى حد وما قالها ثنية حتى حد وقعدت مسألة فساد آآ جانب من القضاء معضلة حقيقية قعدة قاسي منها تونس آآ يكفي وأنه نحلوا المجلس على القضاء ونعايته المتقعدين وكهوت ولي لباس يولي معناتها المتقاضي يمشي المحكمة التونسية مطمئن ويتم ويتم الحكم في القضاء لهو أو عليه في آجال آآ محترمة وفي آجال آآ قريبة والدوسيات ما تتمسش وكل هذك كل يبشي تحل بأنه آآ نبدلوا التركيبة ظهر لي ظهر لي معناتها ايدياليست شوية الحكاية مه آآ بش نمشيول النقطة الثانية اللي بش نخشو فيها ماروين واللي هي موضوع المحاربة متاع المضاربة والاحتكار ما فهمناش حتى أحديث في آآ في كل المعنى المنتديات آآ بالافتراضي فيها والحقيقي إلا والاحديث على نقص المواد في آآ في الأسواق نحكيه خاصة المواد الأساسية الزيت والسكر والفارينا والسميد آآ والعظم بدرجة أقل آآ نحكيه على مواد أخرى اللي كذلك يتم الاحتكار متاحها وزارة التجارة وتنمية الصادرات كي ندخلوا على الباج متاحهم نلقاوا آآ تصاور متاع طرنت متاع فارينا وسميد وبطاطا وسكر آآ هذوما كل تم حجزهم من خلال عمليات آآ مراقبة شفنا حتى وزيرة التجارة آآ في الكياس في حملات المراقبة إلى أي مدى هذية ينجم ينجح في كسر هالمنظومة متاع الاحتكار مرويك كسر المنظومة ما ينجمش ينجح فيها هذوما هذوما آآ يعني حركات أو آآ نشاطات محمودة بها هي ما في حد ذاتها آآ لكن آآ عنده فيها جانب آآ استعراضي زي ده استعراضي معنا ما نقولهاش بالمعنى بالمعنى الخايب بمتاع الكلمة معنى استعراضي بمعنى آآ راو هالمواد ده ذي راو موجودة وراو معنى فهم رسالة في الحكاية ذي تبقى اللي كان نحكيه على منظومة طرح مش بدل حد شيء لانو المنظومة هي بيدها اللي خايخة ذيك المشكل هذين هنان آآ الكلامة ذاي رجعنا لهك المفارقة بين محاربة الفساد ومحاربة الفسيدين نجم انتي تاخذش كارة نحطوا فيها المحتكرين والمضاربين الكل ونحطوهم الكل في الحبس المنظومة بيدها التشريعات بيدها طريقة العمل بيدها بشتعود تنتج لك مضاربين ومحتكرين اخرين يعني مدام انتي مخدمتش على المل على المسألة العاميقة هذية بشتقعد صحيح من جانب من المقاومة يفرض وانو آآ نحطو فلان في الحبس وفلان نفكولو السلعة ونعودو نضخها وهكا الكلامة ذاكا كل لكن في اخر الامر آآ مشاه فلان بشيجي الاخر في بلاستو لانو لانو فما الارضية متوفرة بش تعمل انتي الاحتكار والمضاربة هذي فبالتالي فما برشا حويجو خريني زمها تتبدل بالتوازي مع العمل الامني هذي بين بين ظفرين اولهم على سبيل المثال انو انتي راك في تونس الجمهورية كل مع المشكلة هذي اللي عندك ثمانيمائة مراقب اقتصادي هاي حاجة من الحويج اللي نجمو نخدمو عليها ثمانيمائة مواطر ونتفكروا كلنا راو هاكل هاكل المشاهد اللي صورت في بعضا منها ولا اللي صارت وسمعنا بها المراقب الاقتصادي اللي يدخل المرشي يضربوه وفما فما من تم حتى احتجازه وتهديده بالقتل الى اخره هذي هاتس دي حتى منظومة المراقب الاقتصادي اللي هي جي في اخر معنى السلسلة حتى هذيك ضعيفة اللي نفهمو من كلمك كونو المرسوم اللي نستنو فيه لمحاربة الاحتكار والمضاربة واللي هو بشي جي فيه تشديد للعقوبات على المضاربين وعلى المحتكرين بقدر ما هو ينجم يساهم بقدر ما في محاربتها الظاهرة لكنه موش بشي حد منه بطبيعة الحال بطبيعة الحال هذي راو شوف اه هات ممكن ناخده ممكن ناخده معنتها مثال اكستريم شوية لكن يعطينا للتفسير على الاقل هل تطبيق عقوبة الاعدام في امريكا نقص في الاجرام؟ ابدا خذها نفس الشي ما هذلي كان العقوبة اللي كانت عامين بشتوالي اربعة ولي كانت خامسة بشتوالي عشرين ولا ممكن اما موش بشي نقص لك موش بشي نقص لك من المشكلة في حد ذاته وش معناها ساعة مضارب ومحتكر طو انتي انتي مثلا ما تنجمش اه الساعة تكون عندك اه علم يقين بكل واحد في السلسلة هذية شنو يعمل وانتي ما عندك حتى ترسبين يتيت دجا شنو يمنعني انا معنتك انسيان عندي مستودع ولا عندي نخدم بصفة بصفة عادية ايه اليوم كي نقصت لك نقص لك السكر مثلا جي غدوة تعملي مداهمة وتقول لي تلقى عندي السكر نوالي انا محتكر زادا وين وين الليميت تذي وين نحطوه نورمال ما في اه قدرتي انا على اثبات مصدر الشاي ذاك ايه نبدان عندي عشرين تورناتا وشاريهم بطريقة شرعية هموا احتكار دون لي في لك القانون هي انه موري واضحة كيفاش نفرزوها لحواجة ذاك فبالتالي هذا الهذا يظهر لي الخدمة الحقانية لازمها تصير على مسالك التجويع والتنكيل وهكالك الكلام ذاك كل ايه هت سيدي نمشيه في هت نمشيه في العملي ونمشيه في عدد من المقترحات اللي قدموهم عدد من الجمعيات بتاع دفاعنا المستهلك الاخيه الى مقترحات قيمة ومقترحات تنجم على الاقل تنقص اه في منسوب معين من من الممارسات هذيه اما الاستعراضي هذيه روما ما يحلش المشكل كيما ناخده مثلا الهجرة الغير النظامية داي باهي هاو قال الحرس والجيش يعني يشدوا وحطوا في الحبس ودرشنا وبالاليف ايه باهي دكورتو هل حلينا المشكل الاساسي هالهجرة نقصد لا هذيه نفس الشيء نختم بالمثال اللي انت خذيته اللي هو الاعدام اللي ما نحاش الاجرام في امريكا فما بلدان اللي ممشيتش في اتجاه تشديد العقوبات وانا ممشيت خدمة على امور اخرى ولي الجريمة فيها تكاد تكون اليوم منعدمة بالرغم اللي هي ما تبقش في جريمة في حقوبة الاعدام مثلا نحكيه على برشة دول سكون دينافية مثلا واللي قاعدين يسكروا في الحبوسات اللي ما معاتش فما شكون يحطوه في الحبس دونك في الاخير نجم يكون مثال نجم انتبقوه في برشة مجالات مشكان في الاحتكار والمضاربة شكرا لك مروين عاشوري بعد لحظات امين عام تيار الديموقراطي غازي شواشي غازي شواشي ضيف الساعة معنا